إن المعرفة بالله تملأ قلبك أنساً بالله ثم أنساً بالحياة وأنساً بالكون والكائنات وأنساً بالموت الذي لن ترى فيه إذ تقف عليه إلا موعداً جميلاً للقاء جميل مع رب جميل فذلك ذوق الإحسان في قمة المشاهدات الإيمانية وإنما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ألا يا حصرة على الناس إذ جهلوا بالله حتى إذا وجدت ما وجدت وعرفت من ربك ما عرفت أبت عليك معرفتك إلا أن تسعى بهذا الخير إلى الناس كل الناس داعياً إلى الله ومعرفاً به لا يمكن لعارف بالله حقاً إلا أن يكون داعية إليه وهل يستطيع المحب أن يكتم من محبته شيئاً إن الوجدان ليضيق عن كتمان جمال تشرق أنواره على الكون كله ولا يمكن للنور إلا أن ينير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر